مرحبا بك في المجلس تأسيسي لحقيقة الجلسة علقت انتلاقا من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال ولم تعد إلى حد الآن الساعة الآن تصير إلى السابعة واربعتاش دقيقة لم تعد الجلسة إلى حد الآن الكتل النيابية هنا في المجلس تأسيسي هي في اجتماع مطول منذ الساعة الثالثة والنصف وذلك للتحاور حول ماذا يمكن أن يبرمج هذه الليلة في التأسيسي ونقولها منذ قليل من بعض المصادر المقربة التي أسرت لنا من داخل الاجتماع تقول وأن هناك خيارين الليلة إما أن يتم العودة إلى مناقشة الفصل السادس الذي وقع فيها مشكلة صباح أمس واليوم وهو مسألة تجريم التكفير وهناك بعض النواب يطالبون بإدخاله في الدستور في الفصل السادس وحركة النهضة وبعض ربما النواب الآخرين يرفضون إدراج هذا الفصل وهناك اقتراح آخر أن يتم على الأقل الليلة انتخاب الهيئة العليا المستقل للانتخابات تسعة أعضاء والخيار بين هذين الخيارين إما العودة إلى الفصل السادس أو كذلك انتخاب الهيئة على كل القرار لم يعلن بعد في بعض الدقاءة قربما من هنا إلى الساعة الثامنة سوف يقع انتخاب القرار وتنطرق الجلسة بعد قليل المهم فما نشاط الليلة في المجلس سواء الفصل ستة منقشته من جديد أو انتخاب الهيئة العليا المستقل للانتخابات واضح مشكور معز الخضراوي كان معنا مباشرة اشتركوا في القناة